السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم مما بعد عاملين ايه يا رب تكونوا جميعا بخير احنا بقالنا فترة طويلة جدا 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 مرفعناش ايها خالص على القناة فترة دخلين ممكن نكون في سنة او اكتر مرفعناش ايها خالص على القناة فمع ذرة انا فترة الانقطاع الطويلة وفعلا في ناس كتير جدا كدت توصل معي بالرسائل وان شاء الله بيقدر رد على قدر رد عليه وبقالنا فترة طويلة فعلا مرفعناش ايها خالص فان شاء الله نبتدي مع بعض دورات جديدة فعلا دورات جديدة دي اول حاجة هنجيبها ان شاء الله دوت البط بتاعنا وجدنا فراخ ان شاء الله برتصورتكم وهرفعها لكم كده كل يوم او يوم ويوم نرفع نتابع دورات دعيتنا وهجيب نوع تاني من البط ان شاء الله عشان خطر اكرر لكم بين الاتنين في التربية بتاعتهم ودوت بيئم تاوزين ودقيه ودوت بيشيلت دي في وزن عمر الستين يوم والسبعين يوم نجي نتكلم على البط اللي معنا البط اللي معنا ده اللي هو الفرنساوي البيور النوع فيه اكتر من نوع في النوع دوت فيه فرنساوي بيور وفيه عندنا الجعجعق والبكيني الناس بتقول عليه بكيني ده بيتقال عليه جعجعق وفرنساوي فيه نوع منه زي البكينة او الشرشيري وفيه ناس بتسميه بط البحور كل بلد ليها اسم معين في البط دوت او في نوعه الفكرة ان هو كله معنا بيبقى يبقى متقربين جدا في نوع دار بتاعتهم الا لو كان فرنساوي فعلا بيور اللي هو الستار اللي هو البيور ده بيبقى مختلف جدا ده بيكبر في 45 يوم 50 يوم وقد تقدر تتباحه وتبقى البطة ترتكير ونص النوع اللي معنا ده ان شاء الله دار بتاعته او الفرنساوي عموما احنا بنخليه من 60 يوم ل 70 يوم مش اكتر من كده ان هو بعد كده مش هشيل وزن وهيبدأ يا رب معك كمية دهون كبيرة جدا احنا رب ازاي البطة بتاعنا اول حاجة الاستبال بتاعنا ان المكان اللي موجود ده حتة صغر خارس في مكان ما افهول ما بحدش بيجي فيه او هممكن كرحام قديم حتة صغر خارس ان انا حضانهم فيه لحد ما بده تطلحهم المكان بتاعهم فاحنا دلوقتي بنبدأ نستقبله على علف نعم تركيز 23 هنقسم الدارة بتاعتنا لتلاتة انا هتضحهم مثلا على 70 يوم 20 يوم و25 يوم هننأكل علف نعم 23 بنأكل بعد كان نحول على علف 21 خشن والشهر الاخير ده بنبدأ نخليه الخلطات بتاعتنا اللي بنعملها على قدينا فانا كده استقبلته على علف 23 نعم لو ما عندكوش علف 23 نعم هاته 21 وممكن نزوده بشوية حتفول خفاف اه لو فيه فول سوي نرفع بالنسبة بتاعته شوية صغارين عشان خاطر يبدأ يكبر معنا بسرعة المية بتاعته دي اللي موجودة خلبي لكم البط دوت يعني اسمه سميته اللي هو بط البحور عاشق للمية حتى هو في سن صغير بيحب المية جدا فكمية المية تبقى موجودة قدامه وبعدك ان شاء الله نبدأ نحطره مستقاية تبدأ تستقبله في المية بتاعته دي ممكن الناس تتسبب على الفيتامين ممكن حتى تاني يستقبله على لامون بيتوم في المية بتاعته ايا كان يستقبل بتاعه بس ما شاء الله بيبقى كويس جدا ملعته كويسة جدا بيستحمل معك درجات الحرارة الموجودة انا حططلو لمبة تضف المكان اللي هو موجود فيه لانه برضه حتى لو هو بيستحمل لازم تدفعش خطر ما تعبش منك ولو قط منك بدور برضه هيتعبك جدا لحد ما يطلع منه وهم فعلا هيبقى أولى جدا في التحول بتاعه فاحنا ان شاء الله هنتابع مع بعض الفترة اللي جاية ونوع البط التاني ان شاء الله هجيب لكم معايا بط مولر هنبدأ نرتبه اللي هو البط البغالي هنربيهم الاتنين مع بعض ان شاء الله ووريكم فرق الاوزان بتاعتهم ده بيجبر فقد ايه وده معدل تحويله فقد ايه وده بيجبر بيقعد فترة لدقي بتاعته والمشاكل بتاعتنا اللي بتقابلنا في الافتراس والحاجات بتاعت التحويل البرد عند البط نطلعه ازاي ازاي نرفع مراته في الشتاء وفي الجو اللي احنا عادين فيه ان شاء الله كل ده هقوله لكم الفترة اللي جاية وهنتابع مع بعض ان شاء الله وبس كده وده الفيديو بتاعنا بتاعنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته